ايه معنى جمال الشعر او كسافة الشعر في المنام نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في البداية ونشوف معنى جمال وكسافة الشعر اولا كسافة الشعر او ان يشوف شعر تقيل وجميل ده معنى انه زيادة رزق وزيادة خير طيب اما شوف شعر انه هو اصبح ناعم وهو في الواقع مش كده ده معنى تيسير احوال متعطلة في حياتك طب الشعر الاجعد او اللي بنقول عليه الاكرت ده معنى ايه ده محمود للمريض ما يكون حد مريض واشوف شعره اجعد ده معنى انه هيشفى وهتتحسن احواله مش هيسوق لا العكس الشعر الطويل بقى ده محمود للاعزب بالتحديد ليه بيكون بمعنى الزواج طب غير الاعزب اما تشوف ان شعرها طويل ده معنى ايه للمتزوجة بيكون زرية شرط ما يمسش الارض لو مس الارض مشاكل وهموم وسوق كبير جدا طيب لو حد مريض وشوفنا ان شعره طويل قوي زيادة عن الواقع ده معنى طولة عمر وانه هيشفى بفضل الرحمن طب قص الشعر لو شفت ان انا شعري مقصوص او حد بيقصه شفت انه القص ده انا قصيته ولكن كان شكله اجمل من الواقع ده معنى تغيير وانتهاء فترة هم وكرب وبداية فترة سعادة وراح حد قصهولي ده معنى ان الشخص ده اذا كان شكلي بهل الاسوأ ده معنى احذر منه لانه هيجي من وراء سوق اما انه حسد او انه هينصحني نصيحة هتكون سبب في مشاكل وهموم وضرر ليه في حياتي طب لو كانت اجمل بيكون العكس الشخص ده هيكون نافع ليه هيقدم نصايح هيكون فيها خير عظيم وحنتفع منها طيب لو انا شفت بقى تساقط الشعر تساقط الشعر مش محمودة لان ده معنى ضيعة رزق ظروف صحية مشاكل وفقد طيب لو شفت بقى انه قص الشعر الطويل يعني حد شعره طويل جدا على خلاف الواقع ولكن حد جيه قصهوله هنا معنى ايه؟ هنا مش محمودة لاتنين المتزوجة اللي عندها مشاكل في حياتها والمرأة الحامل لو شفت الامر ده استعايزي على طول لان دي بتقولك انه في حد هيكون سبب فقد ما بينك وما بين شخص زو ما كان في حياتك اللي هو الزوج للحامل ده مش محمود للجنين لان دي بتقولك انه في عين او في سوق هيجي من حد هيكون سبب انه الامر ده او امر حملك يحصل في سوق طيب صلع المرأة بقى لو شفت امرأة صلعاء ده هنا معنى ايه؟ ده هنا معنى لقدر الله انها مقبلة على اسوأ عام في حياتها صلع المرأة من اسوأ الرموز في الرؤى يعني يكاد يكون مفيش اسوأ منه هنا معنى اما فقد عزيز يعني حد غالي عندها جدا والفقد هنا بمعنى الوفاة مش مجرد فقد خصام ومبعدة لا سيء جدا ثانيا انه بيكون انه المرأة دي هيحصل عندها طلاء وطلاء بمفارقة يعني طلاء مفيش عودة تاني فالرؤية دي او الرمز ده من اسوأ الرموز اللي ممكن تشوفه امرأة ما ننساش اسطلاع على الرسول عليه السلام ومن فضلكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو والسلام اشتركوا في القناة